السلام عليكم معكم محمود أنا الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيقات عمالينا ما يهدي الله فلو مضل له وما يهضل فلا هديه لو بإذن الله ثم أما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى أخونا ده قعد في المطار مستني صديقته الروسية اللي المخطط يتجوزها هو هوصل في المطار والمفروض هي هجيله من مدينة تانية على مطار موسكو اللي هو قعد مستني فيه هيقضوا اليوم في موسكو وبعد كده هيسافروا مع بعض بالليل في طيارة تانية هتنصل الصبح في إي كاترينبورغن وهناك هاي العيلة بقى هتستقبلوا عيلتها وهيبيتوا عندهم وبعد كده يروحوا يتفقوا على الجواز ويشوفوا الدنيا الورق المطلوب والترجمة والكلام ده فالدنيا ماشي حلوة قوي مع الراجل فالراجل قاعد في المطار مستني الأخت أنها تيجي نايا المفروض جاية بالقطر وأتروح له المطار فالمهم عمال بيقول من الصبح هو قاعد بقى يوصل بالليل أو في الساعات الأولى من الفجر ومستني بقى في المطار قاعد فهي مفيش إرسال قال ممكن في الطريق مثلا في القطار مفيش إرسال فهي أوفلاين 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 وخطاها غير متاح بينما على الجانب الآخر من المقاعد واحدة قاعدة صادو كده على سليمين منتظرة شاب عربي هيجي على طيارة الساعة 9 صباحا بس هي علشان مفيش مواصلات توديها الصبح وتلحق توصل على المعدة فعلشان كده يعيني باتت في المطار من بالليل فراحت على المطار الساعة 12 بالليل أو 11 ونص عشان طيارة يعني ممكن مش تسعة يمكن أنا مش فاكر يمكن يمكن ستة سبعة أنا مش فاكر الترتيب كان إزاي بس هي الفكرة إن هي بيتت الليل في المطار وأخونا ده وصل في الساعات الأولى من الفجر وصل ساعة 4 أو الحاجة أو 3 واحد في المطار مستني الأخت بتاع فساعتين تقريبا على الأقل دي قاعدة هنا وده قاعدة هنا فتحت المقعد بتاع البنت في شاحن مكان للشحن في شاحن فأخونا ده تليفونه بدأ الشحنة يخلص واللاب توبه بتاعه فقال لها بعد إذنك ممكن أركب بس المشترك بتاع الحاجات دي بتاعتك كده فقال لها ممكن هاعد هنا مشغول قالتو لا عادي قاعد فقاعد جنبها وقاعد يشتغل على الكمبيوتر فهي بدأت ايه تسقط وتنام فوقع الشنطة بتاعتها أو وقع من الشنطة بتاعتها المصارين الشنطة بس بور بقى بحاجات مين دي فقال لها قلق صحيحة ولا لميلها الحاجة المهم خد قرار قال لها يعني اللي صحيحة ده يا أنسة الحاجة بتاعتك وعت عالأرض وتنامي قلت له آه هيدا أنا أسف قال لها أنا أسف يعني كنت عايزة للمهم لك وبس قلت يعني الأحسن نصحيك يعني أنا أسف نصحيتك يعني بس الحاجة وعت عالأرض وكده وممكن يعني أنا ما انتبهيش حد ياخدها بتاعنا بس يعني فالمهم وقدقوا يتكلموا قالت له وانت منين شكلك مش روسي قال لها وانت شكلك مش روسي قالت له لا أنا روسية بس من القوقاز في مدينة مش هتعرف اسمها فقال لها أنا ما عرفش أنا أسمع عن القوقاز واسم ما عرفش المدن وكده قال لها ما عرفش غير ثلاث مدن سمعت عنهم كده فقالت له اسمهم إيه قال لها هو في أحد يوتيوبر بيقول إن فيه ثلاث مدن مشهورين في القوقاز اللي هو أرمافير ومايكوب وستاف روبول وفيه الأعرف عاصمة الشيشان جروزني وأعرف عاصمة دغستان ما حد شكالة بطريقته ما حد شكالة ما حد شكال حاجة فقال لها هم دول اللي أعرفهم يعني فقالت له أنا من أرمافير فقالت له يعني كويس اللي قال لك أعرفك أهم مدينة في القوقاز قالت له على فكرة أرمافير دي لها تاريخ كانت إمبراطورية أرمافير إمارة أرمافير قالت له يعني مش حاجة مش مجرد مدينة صغيرة ولا بتعلق شعب أرمافير وإمارة أو سلطنة أو قاعد يقول لي قالت لي كلام جاوي وبعدها قالت له طب أنا هجيب قهوة أجيب لك معي ممكن تخلي بالك من حكتي فقال لها مش عايز قهوة أنا عايز قهوة بسهوم أجيب بنفسي قالت له لا لا أنا عزمك قال لها الوجب ده علي بقى ومش عارفه قال لها ههوم أنا وبتاع مم يتحايل عليها والمم هو جاب لها قهوة معانا وقعدوا يشربوا قهوة هم عادين فيها في المكان اللي هم عادين فيه وانتي مستنى يا مين أنا خطيبي هيتجوزني وهبتاع بس ما في الطيارته الساعة كذا هايجي من بلد الفلانية فبس هي بلد برضو عربي وهو مستنى برضو قالت له مستنى يا مين مين يا كاترينبورج قالت له آه الكاترينبورج بناتهم جمال وطيبين وكويسين معك صورة ليها فقال وردتها الصورة وهي وردتني صورة الشاب برضو قالت له شبهك مش كده قال له لا لا هو بعيد عن شكلي بس انتم بتشوفوا العرب كلهم واحد يعني فقالت له آه يمكن قالت له انتم بتشوفوش الروس كلهم واحد قال لها لا طبعا انت مختلفة شوف انت شكلك ايه وخطبتي او حبيبتي شكلها عامل ازاي فقالت له تعرف بعض من قديق قال لها من كثير يعني يمكن فوق الاربع شهور اربع شهور ونص قالت له ده كثير قالت له ده انا عارفة الشاب الموضوع الشوابيكا او الشاب اللي انا عارفاه عافين بعض بقالنا ثمن شهور قلت له وشايفة ان المدة دي قليلة جدا وان احنا مش لازم نتسرع ونتجوز وان في الثمن شهور دي دول بتقول انا مش قلتوش اربع مرات عشان هو الاسف في مدينة تانية او هو في مدينة وانا في مدينة قلت له دي على فكرة ازمة كبيرة جدا انك انت تبقى كل واحد في مدينة ومش مخططين في المستقبل هنعيش مع بعض ازاي وفين عندي ولا عنده انا عايزة يبقى عندي اوه عايزة يبقى فبتقول لسه ما حلناش المشكلة دي ويمكن دي بتخليني افكر اكتر من مرة قبل الزواج لان هنجوز ونعيش فين ده الجاوب ده او ده ما تجرقناش ان احنا نجاوب عليه لسه فقال لها انا اصلا ما وصلتش لمرحلة ان انا اسأل السؤال قلت له ايه ده بجد يعني انتو مش هتعيشوا مسلا في روسيا هنا قال لها لا انا مش جاهز ان انا عايش في روسيا قال انا يعني ممكن اعمل اقامة او حاجة بس مش هقعد هنا في روسيا ان انا بيقول لها لاقيها شغلي في بلدي يعني قال لها بيشتغل مع سياح روس وحاجات كده فعشان كده قالت له اه الروسي بتاع كويس بتاع لا الله يستوريكو ده المهمة فطال الوقت والشاب اللي هي مستنيها مجاش ولا البنت اللي جاي من يكا تريبورج وصلت فقال لها هو مش في الاطراط بيبقى في شبكة يعني قالت له بعض الخطوط ما بيبقاش فيها شبكة بس يعني المفروض لو قريبة من مسكنت قالت لك هتوصل الساعة كام؟ قال لها هتوصل الساعة كذا فالمهم هتبقى في المطار الساعة تمانية قال اتفقنا على كدر فبيقول لها الساعة دلوقتي تمانية خمسة واربعين او تسعة لربح مفيش حاجة قالت له ما هي لو قريبة من موسكو يبقى في شبكة يبقى لقل في خط تتصل بيها فقال لها انا معايا خط روسي ومش عارفة وصلها غير متاح قالت له مفيش واتساب تليجرام قال لها كل الانترنت قاطع يعني هي مش باينة يعني هي مش مش واضحة مش اوفلاين يعني مش اولاين قالت له طبعا اتلاقي اسم اس ولما توصل هي تبقى ترد عليك او كده لما انا باعت رسائق في الواتساب وباعت اسم اس قالت له ما لي بقى قالت له انا كمان الشاب المفروض قلت له شغل الرومنج عشان اقول ما تيجي تبعاتلي او ومفيش حاجة فالله هو حاجة غريبة فكله هما اتأخر فوصلوا المرحلة اللي هو شربوا بقى قهوة تاني ووصلوا المرحلة اللي هم تبادلوا ارقام التليفونات والفيكي بتاعك والفيكي بتاعك فين وبتاعه انت بتحب تتفرج على ايه وتفرجوا على فيديو مع بعض لحد ما الساعة جات 11 ومفيش اي حاجة فقال لها هو في الحالة دي الواحد يعمل ايه قالت له الحالة دي في حالتك انت تروح فندق تريح فيه لحد هي ما تتواصل معاك بقى وكده وبس هتتقابله عادي مفيش مشكلة قال لها وانت هتعمل ايه قالت له انا هعمل كده بس قالت له انا معيش فلوس انا هروح حسدل عرفات هعود فيه وخلاص قالت له احنا كنا متفقين ان انا هقابله في موسكو هنا وهنقبضي اليوم او يومين ما حددناش لسه في سنة قابل الاول قالت له ايه جاي من مدينة انا جاي من ارمافير فا اعمل ايه مش عارفة فبتقول خلاص انا هروح فل الهوستل وهفضل استنى لحد بالليل يمكن يكون يوصل لانه بتقول برضو انا عندي مش لقيله مفيش اتصال يعني او مفيش واتساب ولا اي حاجة كله افلاين ايه اللي حصل فالمهم من هنا الهنا قال لها تببصي ايه رأيك ننزل المدينة مع بعض قال لها عشان بس مش فاكر موسكو اوي بكده وهناك اوصل لك الهوستل بتاكسي والتاكسي خليه بعد كده يوديني الفوند قالت له ما تتعبش نفسك وليه لانه خلاص الساعة جاد بقى 12 ومص مفيش اي حاجة ففي الطريق كده وهو في التاكسي قال لها يعني الساعة بقت واحدة وشوية وشوقة تغدى مش عايزة تغدى قالتو مش جعانة ومش عايزة تعالي نتغدى فالمهم ايه قال للتاكسي يعني ايه هننزل ايه عند الهوستل فقولوا بالهوستل اللي هي هتعيش فيه جنبه فيه كافيه قاعدوا يتغدوا فيه فقال لها بتسقط بقى وبتنام خالص فقال لها طب خلاص نقوم نحاسبه بتاعه ونمشي وفعلا راحوا على الهوستل وقال لها هو الهوستل ده بكامه بتاعه ولها نظيفه كويس وبتاعه لهم طب فيه غرفة مثلا كزا طب مش عارفي عادي سأل على الغرف فقالوا له فيه غرفة بسريرين منفاصلين بسعرها كزا ودي اخر غرفة وهي ملقيتش مكان لها تقريب فقعدوا في نفس الغرفة فقالت بس انت هتبقى معايا في الغرفة قال لهم هم سريرين منفاصلين بقى وبتاع انا ممكن ايه نامي انتي وانا هلقفلك في المدينة شوية شوف حياتي ويمكن هي ترد ولا حاجة بس هحط شنطتي بقى وحاجتي عندك وهرجع بقى على بالليه على المغرب كده ممكن نتعشى ولا حاجة وانتي برضو البويفريند بتاعك يكون عبارك ولا حاجة وعلى بالليه ممكن كل واحد يكون مشي يعني فقال انتي نامي انا مش عايز انام واما تنامي وخلصي حاجة نتعشى وبعد العشاء قال لو مفيش حاجة هنام انا وانتي يخليك صحي بقى على المدينة شوية ثلاث ساعات ولا حاجة انامهم وبعد كده ايه بالليل بقى ربنا يسهل ممكن يكون ايه الدنيا تحالت حصل ده وجم بالليل سمع بقى الساعة 12 بالليل تاك 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 على الباب معاش المفتاح ام فتح لها بقى وايه من النب في ايه قالت لهم تنستني ولا ايه انا مستنية بخبط بقى لي عشر دايق لا انا اسف نمت بس ما نمتش من بالليل من المبارح فانا فاهم فاهم خلاص ودخلت القودة واعدوا يتكلموا وبتاعه هو بيتكلم هي راح مسقطة نايمة وهو راح نايم كل واحد عسري وتخمت في نفس القودة بس يعني الشيطان تاليتهم ما هلعبش معاهم يعني الحمد لله بالمهم قاموا الصبح ايه الاخبار وبتاع ده فبيبص لقى جاي رسالة طويلة من البنت بتقوله انا اسفة مش عارف حصل ايه واهلي ومش اهلي سامحني قال مش فاهم يعني هتيجي ولا لا اهلي ايه ومش فاهم فورق الرسالة للبنت قال لها بعتلي رسالة على الوصف ورد على رسالة وتقول لي كده انها مجادش يعني او هتيجي مش فاهم الروسي انا كويس فيه بس مش قادر افهم فبصت كده قالتلو لا بص هي كدبالك كذا 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 معناها ان مش هتقدر تيجي يعني المعنى كده ان هي اهلها قالولها لا مش هتروحيلو او حاجة زي كده ومنعوني حصلني مشاكل وعزرني وكان نفسي نبقى مع بعض وبتاع قالتلو ده بتنهي العلاقة قالتلو ايه بعد انا ما جيت وبتاع قالتلو ما هت تعتذرلك يعني كتير ايه كدب حاجات اعتذرات كتير او بتاع اه واضح ان هي ايه اه تحت ضغطة او حاجة او كانت بالو رسالة طويلة فطبع عندات صدم قال لي كده وبتاع ده ورح حجز ايه ليلة تانية في الهص لقالك ما هبت هنا بقى ليلة كمان فقال لها انت معايا ولا ايه قالتلو غالبا اه قال لها طب انت ما جالكش رسالة قالتلو جات لي قال لها ما قلتيش حاجة يعني ان جاتلك رسالة قالتلو بصراحة هو كتب لي حاجة شبه صاحبتك كتبتها قال لها اللي هو ايه بقى قلتلو يعني ما تشغلش بالك قال لها لأ قولي بس قال انه هما واحدة تانية وكان عايز يصرحني من فترة وكان عايز يقابلني عشان يصرحني بس ما عندوش الشجاعة الكافية فقال لها شكرا ان تجتي المطار واستنتيني وبعت ذلك بس انا معايا واحدة تانية ومش هاجي فايوها المشاهد على طول تستشفي ايه الاتنين دول اتجوزوا بعد كده ايه الاتنين دول اتجوزوا اللي قعدوا في الغرفة مع بعض دول حابوا واعدوا بتاعوا قالتوا انت شخص صريح جدا انا مش عارف ايه وهو يا الله انت شغل شخص بيور جدا وشجاعة جدا وتماسكة جدا يعني من الحاجات العلامات برضو اللي اعجب بها فيها ان ازاي واحد جرح مثلا او كانت رحلوا المطار وهيالهم مدينة تانية وبالسانية في مدينة تالتة عشان يجي لها ومجاش وبيعتذر لها وبيقولوا خرجتي معانا وتعشيتي وبتعاليته بصراحة كنت مبسوطة معاك وحسيت كده ان انا مبسوطة شوية ان هو غار انه مجاش التاني ده وان انا قاعدة معاك فقالت له يمكن الاقدار كانت مرتبالنا كده يعني فقال له يبدو ان انا كنت نفس الموضوع بيقول اي نعم كنت مصدوم انه قال احساس الرجل اكيد غير احساس المرأة فحكا لي الموضوع ده وقال لي احنا على وشك يعني هنتجوز خلاص قال لي بس انا خايف الان ده التاني انا كنت هتجوزها برضو وجات على اخر لحظة وجابت لي الرسالة الطويلة دي بالاعتذار فاللي هل دي ممكن تكرر معايا كده اقول لا غالبا لا الموضوع ده بيحصل مرة في العمر بالطريقة دي لكن في طرق تانية ناس بتعملها بلوك وكده بالعشر مرات عادي بقى جتتهم بتنحس لانهم بيعملوا نفس الاخطاء وبيكررها كل مرة خاصة القصة يا رب تكون فيها افادة ليك قصة زي دي هي فيها جزء كبير من الحاجات المخفية اللي متعرفش خلفيتها ايه عرفته في الظروف ايه وسبيته ليه او هو سابها ليه او ساب البنت التانية ودول اللي يخليهم يعودوا مع بعض مدة طويلة حاجة قدرية ظروف فاللي بيجوز بظروف غالبا هو الاكتر رجاحة هي ده الدرس اللي عايز اقوله النهاردة بصراحة بالاخر يعني ان الحاجة اللي هي بدون ترتيب بتكون هي الاكتر واقعية والاكتر اثارة للشخص ان هو بيبقى مستثار وفرحان ومبسوط بالحالة المفاجأة اللي هو مرتب لهاش المفاجآت الصرة من الاخر ان هو قابل واحدة صوت فتر المفروض انها مرتبطة بواحد وهو مرتبط بواحدة وفجأة هما الاثنين يتجوزوا وعلى فكرة القصة دي تناولتها دراما كتيرة في التاريخ يعني واضح ان هي حاجة متحصلش كتير ورغم ذلك مؤسرة جدا وموحية جدا المخرجين ان هما يعملوها او السيناريستات ان هما يعملوها قصة وفيلم فدي الحالة ودي قصة النهاردة ان الزروف او الزواج الغير مرتب او الغير منظم مسبقا احيانا بيكون اكثر سعادة او التعارف اللي بيقدي لزواج بدون ترتيب هو الاكثر سعادة والاكثر نجاحا على مر التاريخ وبالخبرة وبالتجارب مش عارف اقول لكم تجربوها ولا لا ولكن اذا حصلت لك ما تزعلش ما تتوجسش ما يجيلكش كده ريبا ان شاء الله خير السلام عليكم اشتركوا في القناة